وَأَمَّا الْفَتْحَةُ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلْخَفْضِ فِي الْإِسْمِ الَّذِي لَا يَنصَرِفِ نعم، الَّذِي لَا يَنصَرِفِ يُخْفَضُ بِالْفَتْحَةِ الْأَسْمَاءَ الَّذِي لَا تَنصَرِفِ إِنَّمَا تُجَرُّ بِالْفَتْحَةِ تُجَرُّ بِالْفَتْحَةِ وأسباب عدم انصرافه كثيرة منها ما ذكر أهل العلم أن تكون اسماً مسجياً مثل بَعْلَبَك مَرَرْتُ بِبَعْلَبَكِ ما تقول بِبَعْلَبِكِ بِبَعْلَبَكِ اسم لكنه مسجي فيجر بالفتحة كذلك العلمية العلمية على وذن أفعل أحمد ما تقول مررت بأحمدي مثل ما تقول مررت بمحمد وإنما تقول مررت بأحمدة مررت بأحمدة وكذلك العلمية والتأنيث مثل فاطمة وعائشة تُجَرُّ بِالْفَتْحَةِ مَرَرْتُ بِفَاطِمَتَه وهذا بيت عائشته ما تقول بيت عائشتي وإنما بيت عائشته وكذلك الأسماء الأعجمية العجمة كإبراهيم ويعقوب وداود وسليمان وإسحاق ويوسف كل هذه أسماء أعجمية أيضاً تُجَرُّ بِالْفَتْحَةِ تُجَرُّ بِالْفَتْحَةِ مثل يوسف وإبراهيم وإسحاق تقول مررت بإسحاقه هذا بيت يوسفه ما تقول يوسفي ولا إبراهيمي ولا إسحاقي ولا إسماعيلي هذه كلها أعجمية فهذه تكون كسرتها الفتحة أو ما نقول خفضها بالفتحة يكون خفضها بالفتحة نعم